صوت المطارق ووميض اللحام بات يطرب مسامع وأنظار أهالي الفلوجة الجسر الحديدي الذي يعد جزءا من تراث المدينة سيعود مرة أخرى ليجمع ما تقطع من أوصالها فمنظر الجسر وهو يجث في نهر الفراتي بعد أن فجر تنظيم داعش أجزاء منه كان يعصر قلوب الفلوجيين ألم هذا الجسر بالنسبة لأهل الفلوجة أهمية للمستشفى المريض لهذا المراجعة يعني حل حركة المدينة هذا الجسر القديم منظمة اليو أن دي بي وفت بوعودها لعادة أعمار هذا الجسر الذي سيربط قرى ونواحي الفلوجة الواقعة غربا بمركز المدينة وسيرفع الكثير من المعاناة عن الأهالي هناك وأهم ما سيتحقق هو سهولة الوصول إلى مستشفى النسائية والأطفال وعودة الحركة التجارية إلى سوق الفلوجة القديم الذي تأثر بشكل كبير جراء هدم الجسر حاليا هذا كل الشغل على اليو أن دي بي كل من اليو أن دي بي وكل أعمار المحافظة من اليو أن دي بي ما قعد نحن بس اليو أن دي بي كانت من أولويات عمل اليو أن دي بي أنه ترميم وإعادة الجسور المتضررة فالجسر اللي تم إعادتها أول واحد الآن التنفيذ به هو الجسر الياباني ليتم فتح الطريق الرابط بين المحافظة وبين القضاء وبغداد 150 يوما هي مدة إكمال الجسر وعودة الحياة إليه فهذا الجسر له مكانة كبيرة في نفوس أهالي الفلوجة وبإكماله ستعود الحياة إلى الجزئين الغربي والشرقي من المدينة على أمل أن تعمر الجسور الأخرى التي هدمت والتي أثرت سلبا على اقتصاد المدينة وحركتها التجارية وتواصلها مع المحافظات الأخرى من الفلوجة للشرقية نيوز حمد المحمود